يقول كان هنالك طالب من طلاب العلم في النجف الأشرف هذا الطالب كان جاي من قرية من القرى في إيران في إحدى القرى جاي لطلب العلم وكان في مكان في غرفة قريبة من حرم الإمام أمير المؤمنين مع بقية الطلب يقول هذا الطالب كان مجغول ببرنامجه العلمي وكان يذهب إلى حرم الإمام أمير المؤمنين في كل يوم ثلاث مرات ثلاث مرات يقول شوية شوية بدأ بالتغير هذا الطالب يومية أخذ يذهب إلى الحرم مرتين بعدين يومية أخذ يذهب إلى الحرم مرة واحد بعدين أخذ يذهب إلى الحرم في كل يومين مرة واحد بعدين أخذ يتجنب الطلب نحن يجب أن نحذر من هذه المهاوي فقد مرة واحد وقع كثيرون وقعوا أخذ يقلل بحوثة قللها 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 إلى أن تركها بالمرة نحن كلما نقول لش فيك ما يقول لنا ما يحشي يقول دامت هذه القضية إلى حوالي عام ظاهرا قال عام واحد وبعد نهاية العام أو ما يقرب من العام ذكر لنا هذه القضية قال أنا قضيتي كانت على هذا الناحو يقول في يوم من الأيام أنا كنت في الوادي في النجف الأشرف ذهبتوا إلى هناك كانوا يذهبون إلى الوادي وكانت في ذلك الوادي سراديب ولها نوافذ يقول أنا طالعت من نافذة من هذه النوافذ في سرداب من السراديب وإذا بي أشوف درويش قاعد بالسرداب وله شعر مشعث وهيئة عجيبة وهو ينظر إلي أنا عندما نظرت إليه من فوق شفت هذا عينه في عيني دا ينظر إلي يقول الدرويش قال لي هل تحب أن ترى خطيبتك كان عنده خطيبة أو معقودة في قرية من قرى إيران قلت لقيه قال الليلة في الوقت الفلاني مثلا في العاشرة ليلا خطيبتك تجي إلى غرفتك ولكن لا تلمسها يقول أنا ضحكت عليه ورحت على دربي ونسيت الموضوع بالمرة لأن مو موضوع واحد يهتم بي ويعتني بي يقول رحت على أعمالي بالليلة ورحت إلى غرفتي وكنت في حالة المطالعة وإذا في ذلك الوقت الذي حدده الدرويش ساعة عشرة وإذا بي أشعر بخرخشة في الباب مثل مثلا فتقطة تدفع الباب شوية شوية هشك يقول أنا قلت قطة أو واحد من الأصدقاء دا يدفع الباب شيئا فشيئا يقول فتح الباب فتح الباب يقول نظرت وإذا بي أشوف خطيبتي عند باب الغرفة يقول فورا تذكرت كلام الدرويش يقول فورا تذكرت كلام الدرويش شفتها هي ولكن لونها منخطف مثل واحد مذعور مثل واحد خائف قلت انتي فلانة قالت إيه قلت منو جابتش لهنانة قالت ما عادر قلت تعلمين انتي الآن وين قالت له ثم قعدت بجنب الباب هناك يقول أنا مسألتها حول بعض الأقارب اللي هم في إيران فأجابت عنهم مثل واحد مطلع يعرف يقول بعدين قامت مثل فد واحد مسحور يعني ما يملك اختيار حركته مو باختياره قامت من مكانها طلعت من الباب نزلت من الدرج وراحت يقول أنا بكرة اجيت إلى الدرويش باوعت من هناك من ذيك النافذة في الوادي شفت أنه دايبا وعني من جوه فقال لي تعال يقول أنا مرحت عنده جوه شفت هيئة عجيبة غريبة ومعه أشياء متواضعة مثل شوي خبز مثلا قلت له أريد أن تعلمني قال أنت أهلية ما عندك أنت قابلية ما عندك فألححت عليه إلحاح قال ما يخالف أنت مادام الآن تلح أنا أعلمك أنت إبدأ بالعمل الفلاني كل يوم مثلا فد ورد معين الوالد يرى أن الأوراد المجهولة محرمة أكو أوراد مجهولة تكتب مو معلوم شنو هذا مكتوب يرى أنها هذه محرمة أوراد أذكار فعلمني فد أشياء قال قولها مثلا في كل يوم أربعة آلاف مرة عشرة آلاف مرة يقول أنا أيضا بدأت بهذه الأذكار أو الأوراد يقول يوما بعد يوم زاد هذه الأوراد ورد بعدين قل لي أنه الحضرة تروح ثلاثة مرات ثلاث مرات قللها مرتيا روح بعدين قل لي مرة واحدة روح بعدين قل لي كل يوميا مرة روح وهكذا بعدين قال هذه بحوثك مزاحمة لهذا البرنامج قل البحوثك إلى أن تركت بحوثي كلها واعتزلت على الطلبة كلها يقول بعد فترة قال الآن يجب عليك أن تتوضأ بالماء المتنجس لصلواتك أكو شيء يقولون له الشريعة والطريقة يقولون الشريعة للعوام والطريقة للخواص هكذا يقولون في روضات الجنات يقول فلان فيلسوف كان يشرب الخامر كانوا يقولون لهذا حرام كان يقول الشارع إنما حرم الخامر هذه مزالق الشيطان ليش؟ لأنها تظهر البواطن العوام باطنهم خبيث فعندما يشربون الخامر يظهر باطنهم الخبيث أما إحنا باطننا جيد فشرب الخامر يظهر الباطن الجيد بعضهم لا يصلون يقولون لأن الله تعالى يقول وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وَقَدْ أَتَانَا الْيَقِينَ هذا اليقين ما جاء للنبي صلى الله عليه وآله لذلك كان يعبد إلى آخر حياته لكن لهؤلاء جاءهم اليقين فيتركون هذا الخط جدا خط خطر إذا واحد يدخل فيه يقول أنا مدة كنت أتوضأ بالماء المتنجس بعد فترة قال الصلاة أتركها يقول أنا تركت الصلاة ودخلت في ذلك الوادي العجيب ومضت على ذلك ظاهرا هذا العالم نقل أنه عام واحد ظاهرا أنا أقول يقول في ليلة من الليالي كنت نايم في الغرفة وَإِذَا بِي أَسْمَعُوا مُنَاجَاتِ الْحَرَامِ هنم قوم يخلون مناجات في الأسحار يقول وَإِذَا بِهَذِهِ الْمُنَاجَاتِ تَهُزُّنِي مِنْ أَعْمَاقِي فكرت أنا جاي من قريتي من إيران لطلب العيب التقرب إلى الله أنا الآن وصلت إلى هذه الحالة بدني متنجس ثيابي متنجس صلاة ما أصلي البحوث تركتها كلها يقول فَنَدِمْتُ فَوْرًا وَقُومْتُ وَذَهَبْتُ وَاغْتَسَلْتُ وَطَحَرْتُ ثِيَابِي وَطَحَرْتُ بَدَنِي يقول اغْتَسَلْتُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لَعَلَّهُ كَانْ غُسُلْ وَاجِبْ عَلْيَ فَلَمْ يَغْتَسِلْ فُقَهَاءِ يقولون بالماء البارد على كل حال قُتُبْتُ إِلَى اللَّهِ وَصَمَّمْتُ عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْخَاطِ الَّذِي تَوَرَّدْتُ فِيهِ قُتُبْتُ يقول بكرة بالليل أو في نفس الليلة ما أذكر الظاهر بكرة بالليل كنت قاعد وَإِذَا بِي أَشْعُرْ قُوَّةِ خَارِقَةَ تَجْذُبُنِي المرتاضين يفعلون هذه الأفعال روحوا إلى الهين تشوفوا المرتاضين ماذا يفعلون قطار يوقفها سيارة يوقفها بقوة النفس كما أن البدن إذا قوي واحد يتمكن يقوم بأعمال لا يقدر عليها الآخرون الروح إذا قويت أيضا كذلك يقول شعرت أنه واحدة يجذبني قوة دا تجذبني يقول طلعت من الغرفة نزلت ذهبت إلى الوادي وادي السلام في النجف الأشرف في المقبرة القوة جذبتني إلى داخل السرداب وإذا بالدرويش غاضب فأخذ يشتمني ضيعت عمري وأنا الآن أتمكن أكت لك إهنان في هذا السرداب أنا أكت لك وأدفناك من يفتهم إذا أنا فعلت هذا العمل هذه إحدى النقاط المهمة أنا الآن أذكر بينقوسيا هذه النقطة أكو آية في القرآن حقيقة آيات القرآن عجيبة أكو أفراد مرتبطين بالله وأكو أفراد مرتبطين بالشياطين من أين نعرف أن هذا مرتبط بالله هذا مرتبط بالشياطين كيف نقيم الأفراد يمكن هذا الفرد المرتبط بالشيطان يخبر إخبارات غيبية وتطلع مطابقة للواقع واحد يجب أن لا ينخدع القرآن الكريم يذكر علامتين للتمييز بين هاتين الطائفتين الله تعالى يقول هل أنبئكم في آخر سورة الشعراء على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم مقياسي أناكو المقياس الأول المرتبطون بالشياطين يكذبون يمكن إخبار من إخباراته تكون مطابقة للواقع لكن إخبار ثاني مخالف للواقع يكذب إفك العلامة الثانية أنه مو ملتزم في حياته العملية يأكل الأموال يخون في الأعراض ينظر نظرات محرمة أثيم هؤلاء هم الأفراد المربوطين بالشياطة حقيقة آية عجيبة هذه الآية تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وأنا الآن أتمكن أكتلك وأي واحد ما يفتهي إما أن تعود إلى ما كنت عليه وإلا بكرة في نفس الوقت أجرك وأكتلك يقول أنا طلعت وأنا خائف هو الوادي مخيف فكيف في منتصف الليل واحد يروح إلى الوادي مع ذلك الواب وأنا خائف مذعور فكرت ماذا أفعل كان واحد من الأفراد يقول كلمة الحر إني أخير نفسي بين الجنة والنار هذه نشعر بها نحن في كل موقف تخيير بين الجنة والنار واحد يريد يقول كلمة إما فيها جنة أو نار هذا التخيير دائم مو فقط قضية الحور يقول بعد التفكير صممت على أن لا أعود حتى لو قتل خليه يقتل لأن يقتل بدني حياتي تنتهي ولكن لا أخسر آخرتي يقول ذهابت إلى حرم الإمام أمير المؤمنين غدا توسلت بالإمام أنه أنا ضيفكم هنا أنا جاي لطلب العيب أنا جاي للتفقه في الدين والآن وقعت في هذا الخطر أنتم أنقذوني قلت للإمام أنت أقوى مني أنت أدفع عني يقول بقيت إلى الليل قالت أبقى الليلة في حرم الإمام حتى لا يتمكن بالليل أجوا الخدم وأخرجوني من الحرام قلت لهم أنا عندي مشكلة أنا عندي قضية عندي حاجة مهمة أنا في خطر ما قبلوا كلامي قالوا اطلع يقول طلعت وذهبت إلى غرفتي وأنا خائف مذعور وكل ثاني يتمر علي وخوفي يزداد الآن يجرني إلى أنحان الوقت وفرضوا الساعة العاشرة انتظرت الآن أنجر شفت لا ما انجريت كم لحظة مضت شفت لا لم يحدث شيء كم دقيقة مضت شفت ما حدث شيء فاطمأنات بأن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه دافع عني وحفظني ونجوت يقول بعد يوميا أو ثلاثة أيام أو يوم يقول ذهبت في وقت الزحام لأن أخاف بعد بالليل أروح إلى هذا الدرويش يقول نظرت إليه من فوق وقلت له أنا الآن أفضحك أنا أروح إلى علماء النجف وأنقل لهم قضيتك وأفضحك وأفضحك يقول هو قال أي شيء تريد تعمل أعمل لكن هذا العمل لتعمل قلت لا أذهب وأعمل هذا العمل يقول في اليوم الثاني عدت فلم أجد له أثر راحبا هذا النوع من أنواع الترويي ولكنه ترويض شيطاني